اهلا بكم الى موجز اخبار الان انطلقت القمة الخليجية الامريكية قبل قليل برئاسة الملك سلمان والرئيس ترامب وذلك بعد اختتام القمة التشورية الخليجية السابع عشر برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف ومشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قد بدأ في توافد لحضور القمة مع رئيس الامريكي دونالد ترامب والتي من المقرر ان تنطلق بعد القمة الخليجية تشورية وستبحث القمة التعاون المشترك مع الولايات المتحدة اضافة الى محاربة الارهاب والتطرف شنت قوات الاسد هجوما مدفعيا على بلدتين الذهب وبلدات الطيبة في منطقة الحولة شمال مدينة حمص بحسب ما افد به ناشطون واوضح الناشطون ان القصف اسفر عن جرح ستة مدنيين بعضهم في حالة خطيرة قالت قيادة عمليات قادمون يانينوا في بيان لها ان قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع حررت الجزء الجنوبي لحي السابع عشر من تموز ليتم بذلك اكتمال تحرير منطقة السابع عشر من تموز في الساحل الايمن من مدينة الموصل واضفت قيادة العمليات انه تم رفع العلم العراقي على مباني الحي بعد تكبيد داعش خسائر بالارواح والمعدات ذكرت مصادر محلية ان عشرين شرطيا افغانيا قتلوا اليوم في هجوم منصق على مراكزهم في جنوب شرق افغانستان تبنته طالبان حيث شنت مجموعة من طالبان مدججة بالسلاح هجوما منصقا على حواجز الشرطة في شاه جوي في الولاية الواقعة بجنوب شرق افغانستان تعهد الرئيس الايراني حسن روحاني بعد فوزه الحاسم بفترة رئاسية ثانية من فتح ايران على العالم وتحقيق الحريات التي يتوق لها شعبه وقال روحاني ان رسالة الشعب الايراني كانت واضحة خلال الانتخابات وهي اختيار طريق التفاعل مع العالم بعيدا عن العنف والتطرف يحلم ريال مدريد بالعودة بنقطة التعادل من ارض ملقى اليوم للتتويج بلقبه الثالث والثلاثين والاول منذ عام 2012 في دور الاسباني لكرة القدم في حين ينتظر غريمه ومطارده برشلونة خدمة من الفريق الاندلسي للحفاظ على لقبه مرة ثالثة على التوالي وستكفي نقطة التعادل للريال لضمان لقب الليجة بينما يتعين على برشلونة التغلب على ايبار وانتظار مفاجأة تتمثل في فوز ملقى على الريال كي يتعادل مع الاخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة نهاية المجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة